مصر بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية مشاهدين الكرام السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته إذا لم تكن الانتخابات مؤشرا على الديمقراطية فما هي الديمقراطية إذن؟ ولماذا ترفض ضيفتنا الشرعية الدستورية وتفضل عليها الشرعية الثورية؟ وأخيرا أين أصاب الثوار المصريون وأين أخطأ؟ هذه محاور لقائنا مع ضيفة نقطة نظام لهذا الأسبوع الكاتبة والناشطة المصرية الدكتور نوالي السعداوي دكتور نوال بداية نقل عنك القول بأن الانتخابات في مصر مزورة وغير صحيحة يعني نحن لم نسمع الكثيرين يشاطرونك هذا الرأي فمن أين جئت بهذه المعلومة يا ترى؟ جئت من ملاحظاتي ومما يحدث في الساحة السياسية ومن شكاوى النساء والرجال هنا في شبرة اللي وقفوا في التوابير وشافوا ما يحدث من تزوير أو رشاوي أو الغرامة اللي 500 جنيه لمن لا يذهب إلى التوابير استخدام الدين والإسلام لترهيب الناس طيب دكتور نوال نقاطك وصلت على أي حال هل كون بعض الجهات مثلا كما تقولين أنت مثلا يعني تلجأ إلى الدين لإقناع الناس هذا اسمه تزوير؟ طبعا 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 لأنك أنت في ناس أنت بتستخدم الدين الأغلبية ولكن هذا لا يقول أحد بأنه تزوير كيف تقولين أنه تزوير؟ أنا في رأيي أنه تزوير لأن هذا عمل سياسي حينما يدخل الدين في أي عمل سياسي أنا في رأيي هذا تزوير وغش وغش أيضا غش طيب دكتور نوال فيما يتعلق بتمويل الجهات التي تحدثت عنها هل لديك أي توثيق وثيقة يعني قرأتيها موجودة أم أنه كلام في كلام هذا؟ لا والله قرأناها في الصحف كلها في الأهرام والمصر اليوم وفي جميع الإزاعات يعني أنت تقبلين دكتور نوال كل ما يظهر بالصحف كوثيقة وكدليل حتى ولو كان ضدك أليس كذلك؟ طبعا لكن أنا عايز أقول حاجة لا يعني أنا لما أشوف ظاهرة غريبة زي ظاهرة السلفيين في مصر هذه الظاهرة اللي فجأة لما الصورة تقوم ولما مبارك يتنحى نلاقي أحزاب جديدة غريبة جدا ودقون طويلة وكلام غريب جدا دكتور نوال دكتور نوال دكتور نوال ما العيب في ذلك أنت تركزين على شكليات ذقون طويلة وما إلى ذلك ما العيب بأن يتقدم حزب جديد سواء كانوا بذقون طويلة أو بغير ذقون ما العيب ما يجيش بالفلوس من بره يجيب ذهب طويل إذا كانت هذه نقطتك نقطة أخرى عليتي حال أنت تقولين في الواقع بأن الناخبين شاركوا في الانتخابات حتى قبل قليل لأنهم خافوا من الغرامة المفروضة على الذين لا يصوتون 500 جنيه أو أنهم أخذوا رشا ألا تعتقدين بأنك في الواقع تستخفين بالمواطن المصري بأنه يمكن أن يعني يحدد رأيه من خلال الفلوس يا سيدي أنا عايشة في مصر ومش عايزة تملق الشعب المصري أنا مش عايزة أنافق لأن أنا مش بتاعة سياسة وأنا باعتقد السياسة لعبة غير نظيفة أنا أتكلم كروائية ككاتبة بضميري أنا لا يمكن ضميري يشتريح لما آدي أقزب وأقول أن المواطن اختار بكل حريته هؤلاء الناس من ضغط عليه دكتور نوال من ضغط على المواطن لكي يصوت كما تظهر النتائج الأولية على الأقل تقدم الإخوان والسلفيين يعني ما الذي ضغط عليهم ألم يذهبوا بطوع إرادتهم إلى صندوق الاقتراع الضغوط النفسية والمجدية من مين الضغوط من القوة القوة المسيطرة على مصر وهي النظام نظام مبارك أولا لا تزاقح نشل نمبارك بس لا يزال نظام مبارك كما هو في كل مكان المجلس العسكري ما هو نظام مبارك الحكومة نظام مبارك القوة السياسية القوة الخارجية يعني دكتور نوال وكأنك تقولين بأن بقايا نظام مبارك تدعم الإخوان والسلفيين هل يستقيم ذلك مع المنطق إذا علمنا بأن نظام مبارك على ما يقال كان يقمع الإخوان المسلمين وأنت أكثر الناس تكلمت عن ذلك أليس كذلك لا بس أنا عايزة أقول المسائل ليست هكذا طب ما هي الولايات المتحدة الأمريكية ضد الطيارات الإسلامية أنا دائما أقول بن لادن وجورج بوش توأم الطيارات الدينية توأم للاستعمار الأمريكي لأن أمريكا تريد أن تقسم مصر دينيا وطائفيا أمريكا تتفاوض دلوقتي مع الإخوان والسلفيين أنا لا أفهم بين الاستعمار هل من العيب على أمريكا أن تتفاوض مع القوى التي يتوقع أن تحكم البلد؟ هل من العيب؟ لا أنا أقول أنا أتكلم دلوقتي سياسيا مش على المرحلة أو الخطوة دينها بتتفاوض أو لا تتفاوض نمسك العقل بالعقل وبالمنطق طيب الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الأديان عشان تقسم مصر وهي بتمول طيب ما هو دليلك على أن الولايات المتحدة تستخدم الأديان لتقسم مصر؟ ما هو دليلك؟ لديك دليل ملموس غير اللي قرأتي بالجرائد؟ أيوة لا لا إزاي؟ ده أنا عشت درست في الولايات المتحدة وأقرأ وأحلل دي فيه حاجات مضحك الشمس دكتورة نوال التحليل ليس دليلا ألا توافقين؟ أنت لا إزاي؟ إحنا مش هنبقى زي محاكمة مبارك محاكمة مبارك يقول لك ما فيش دليل جنائي نعود إلى الشرعية الثورية أنا أريد أن أعطي إلى هذه النقطة دكتورة نوال ولكن دعيني أن تقل إلى نقطة أخرى أنت في الواقع قلت بأن الديمقراطية ليست الانتخابات طيب إذا لم تكن الانتخابات ما هي الديمقراطية بمنظورك؟ الديمقراطية هي المساواة الكاملة بين جميع فئات الشعب جميع المواطنين يتساوى بصرف النظر عن الدين أو الطبقة أو الجنس أو الملة حينما يكون فقراء نصف الشعب فقراء هل أسمي دين ديمقراطية؟ كيف تحقق التوصل إلى حل كل هذه المشاكل وتحقيق المساواة وكذلك إذا لم يكن من خلال الانتخابات؟ عندك طريقة أخرى يعني؟ عندك طريقة أخرى؟ طبعا لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في ظل نظام طبقي رأسمالي أبوي استعماري داخلي أو خارقي دكتور نوال أنت قبل قليل في الواقع أشرت إلى أنك تريدين الشرعية الثورية وليس الشرعية الدستورية هل لك أن تعطينا مثالا على بلد حكمته الشرعية الثورية التي تتحدثين عنها ونجح؟ أعطينا مثال بس والله أنا يعني عايز أقول أنا بكلم بعقلي أنا زي ما قلت لك أنا مش بتاعت سياسة ولا بتاعت كلام يعني سياسي أنا بكلم ككاتبة كروائية كمفكرة أنا بفكر إحنا عملنا ثورة ومبارك مشي الله إحنا وإحنا قاعدين في التحرير أنا قلت للشباب من حوالي لازم ننتخب مجلس ثوري في الميدان اللي عملوا الثورة هم اللي يحكموا طيب دكتورة دكتورة نوال أنا أسألك هل لديك نموذج على بلد يعني حكموا مجلس ثوري يجلس في ميدان في البلد وحكم دولة أعطيني مثال حتى نأخذ يعني العبرة والله والله مش ضروري مش ضروري هو لازم يكون كل حاجة حصلت عشان نعملها إحنا بنعمل حسب ظروفنا في هذا الزمان وفي هذا المكان طيب الشرعية الثورية ضرورية للثورة طيب ما الثورة يعني إيه طيب دكتورة نوال هل نفهم من كلامك بأنه عندما يتشكل البرلمان قريبا حسب ما نلاحظه طبعا بأن الشرعية الثورية ستنازع الثورية البرلمانية يعني سنسمع مظاهرات ميدان التحرير تقول الشعب يريد إسقاط البرلمان ممكن أوي ممكن أوي الشعب اللي قال نريد إسقاط النظام الشعب ما قالش نريد إسقاط مبارك فقط الشعب قال نريد إسقاط النظام فهل سقط النظام في مصر؟ أبدا إزاي مبارك يعين المجلس العسكري إذا كان هو تنحى ولكن دكتور نوال نحن نتحدث عن البرلمان القادم الذي انتخبه الشعب أنت تريدين أن تسقط هذا البرلمان أيضا آه طبعا طبعا هذا البرلمان لم يأتي بإرادة الشعب بتاتا الملايين الذين صوتوا ليس لهم إرادة دكتور نوال الملايين الذين صوتوا باعتراف الجميع ليس لهم إرادة تم التزييف إرادتهم تم التزييف إرادتهم وهذا وارد وهذا منطقي طيب دكتور نوال ما يقال في الواقع بأن الثوار ربما كانت لديهم استراتيجية لإسقاط نظام مبارك ولكن ليست لديهم استراتيجية لما بعد ذلك يعني للحكم هم توقفوا عند ميدان التحرير هذا ما يقال هل توافقين على ذلك لا كان فيه استراتيجية وأنا كنت في ميدان التحرير وكان فيه شباب في منتهى الزكاء وسنهم 30 و40 وكان عندهم استراتيجية وخطة للبلد ولكن حصل أن الثورة المضادة خارجيا وداخليا استطاعت أن تقسمهم وتفرقهم وتمزقهم هذا يدلل دكتور نوال بما معنى كأنك توافقين على أن الثوار كانوا من الضعف بحيث تستطيع أي قوى أن تمزقهم هذا ما تقولينه مش بقول ضعف لا لما يكون عندك سلاح سلاح عسكري وسلاح بوليس يتغي على شعب سلني غير مسلح وتضرابه بالرصاص في رأسه أنا شفت المخ أنا شفت مخ البني آدم المصري دكتور نوال أنا أريد أن أنقل عنك نتحدث عن الثور أنت نفسك قلت أن جسم الثورة سليم لكن رأس أو نخبة الثورة هي التي فسدت قلت هذا الكلام أم لا أنا قلت إيه قلت إن جسم الثورة سليم ولكن رأس الثورة أو النخبة الثورية فسدت قلت هذا الكلام أم لا لم تقول هذا الكلام لم أقول هذا الكلام بتاتا بتاتا الثورة المصرية التي بدأت في يناير والمستمرة حتى اليوم هي ثورة رأسا وجسما ثورة صحية جدا ولكن القوى الخارجية اللي بتحاربها والداخلية مسلحة هذه النقطة وصلت على اياتي حال دكتورة نوال السعداوي فاصل قصير ونكمل حوارنا مع الكاتبة والناشطة المصرية دكتورة نوال السعداوي اذا مشاهدين الكرام اهلا بكم من جديد نعود نقاشنا مع ضيفتنا الكاتبة والناشطة المصرية الدكتورة نوال السعداوي دكتورة نوال قبل هذا الفاصل كنت بطريقة او باخرى في الواقع تشيرين الى ان الجيش المصري لم يتولى او لم يقم بحماية الثوار هذا ما تقولينه لا غير صحيح في فرق بين الجيش المصري انا قبلت شباب الجيش المصري زي الورد في فرق بين القيادة بتاعت الجيش وبين الجيش في فرق بين المجلس العسكري والجيش ولكنك قبل قليل قلت بان المجلس العسكري هو اللي يدير البلد ومن ضمنه الجيش اليس كذلك انا ما قلتش كده انا قلت ازاي مبارك يعين المجلس العسكري وهو غير في السلطة طب من يدير انت ميزتي دكتورة نوال ميزتي بين الجيش والمجلس العسكري من يدير الجيش اذا في مصر الان من يديره من هو قائده من يدير الجيش من يدير الجيش ايوه قيادات الجيش قيادات العسكرية المجلس العسكري هو اللي بيدير مصر أنا ما عرفش مين بيدير الجيش لكن أنا ما بعرفه إن المجلس العسكري هو الذي يتولى الدولة في مصر ومن ضمن الدولة الجيش المصري ألا توافقين من ضمن الدولة دكتور نوال من ضمن الدولة الجيش أليس كذلك طبعا الجيش ده شيء تاني الجيش ده مهمته اللي هو جسم الجيش ده سليم الشباب ده الوطنيين وبيحموا البلد وحاموا الثورة انا بتكلم عن المجلس العسكري الذي عينه مبارك والذي اخطأ مرة اخرى عندما انهار نظام مبارك من كنت تتوقعين ان يتولى الحكم ويمسك بزمام البلد من مجلس ثوري من الشباب يختاروه هو ده وده الخطأ الاول بتاعنا هل لديك حتى نكون دقيقين في المعلومات هل لديك فكرة انت تقولين بانك عايشت الثورة في مدان التحرير هل لديك اسماء كانت ممكن ان تشكل مجلس قيادة الثورة هذه التي تنادين بها كتير كتير ده احنا مئات لا انا ما بحبش اقول اسماء اسماء مش اسماء دي انا بكلم على مبادئ طيب دعيني هنا السؤال التالي السؤال التالي يتطلب ان تأتي باسم انت تقولين بان رئيس الوزراء الجنزوري غير شرعي من هو الذي تقترحين بان يأتي رئيسا الوزراء ويكون شرعيا اعطينا اسم في هذه الحالة كان مفروض انا كان مفروض انا انا مخي يقولي كده هذا عقلي وانا بدب عقلي كان مفروض وحنا في مدان التحرير المليون دول اللي قاعدين ينتخبوا مجلس ثوري ومنه ينتخب منه ينتخب حكومة مؤقتة انتقالية برئيس وزراء والوزراء يعني كله ينبع من الثورة دكتور نوال هل تذكرين بان الدكتور عصام شرف حسب ما قيل في حينه خرج من الميدان واصبح رئيسا الوزراء ثم انقلب عليه من في الميدان اليس كذلك لم يخرج من الميدان من اين خرج اذا هو اللي بيروح الميدان خمس دقائق ويتصور يبقى اسمه خرج من الميدان كم يجب ان يبقى الانسان في الميدان حتى يصبح ثائرا كم يجب ان يبقى المدة يعني لازم يكون يعني ويكون له تاريخ في الثورة مش بس الميدان هوني السؤال دكتور نوال هل توافقين مع من يقولون بان مرحلة الميدان يفترض ان تنتهي الان لانها ادت واجبها وصقطت النظام يجب الان ان تنتقل الثورة الى مرحلة الحكم الى السياسة تدخل انتخابات تتنافس على الحكم ولا تظلها جالسة في الميدان بقية الحياة هذه اكذوبة اخرى الثورة هي الثورة ولا بد ان تستمر ما هي قوة الثورة قوة الثورة جات منين مبارك نزل لتنحى ما هو قتل نفس كتير قوي تنحى بسبب قوة الملايين لا يحمي الثورة قوة الملايين طيب لكن دلوقتي لما نقول لهم روحوا وروحوا بقى خلاص روحوا بيوتكو لا اللي هيحمي الثورة الثورة طيب هذه النقطة وصلت دكتورة نوال انت في عام 2005 ترشحتي للرئاسة صحيح؟ ايوه طيب هل من شأنك ان تكرر هذه التجربة الآن الآن الباب مفتوح للترشع لا انا دايما بحب اختار الطريق الصعب ليس السهل كل واحد دلوقتي بيرشح نفسه انا رشحت نفسي ضد مبارك لانه كان ديكتاتور قوي كانوا بيخافوا منه وكنت اريد ان اتحدى كمان كنت اريد ان اقول انني لن يعني البوليس هيجري ورايا واني لا توجد ديمقراطية وده كله ثبت لان انا لما نزلت بوليس للوراة الآن لا يوجد لا يوجد مبارك ولا يوجد بوليس يعني من منظورك طيب لماذا لا ترشحي نفسك مدام عندك كل هذه الافكار لاني اريد ان ارشح شاب شباب ندي فرصة للشباب صحيح الخبرة مهمة والشباب ليس بالعمر ولكن احنا نريد انا قلت لهم في المدان قلت لهم انتخذوا بجل السوري وينتخذ نحن نحن دكورة نوال الامور تجاوزت المجلس الثوري الآن الآن يتحدث عن انتخابات رئاسية هناك برلمان الآن هلان انتخابات رئاسية ان اسألك انت تقولين بانك لان تترشح نقطة على السطر صحيح انا لن اترشح ابدا لاني اولا دي لعبة الانتخابات لعبة اولا هيسقطوني هم بيلعبوا في الانتخابات طيب دكورة نوال سأخذ كلمتك قبل اندلاع الثورة قلت انك لا تريدنا لا البرادعي ولا عمر موسى ولا احمد الزويل كرئيس لان كل منهم هو مبارك جديد من هو غير المبارك الجديد الآن اعطينا اسم في هذه المرحلة هناك اسماء كثيرة تفضلي لم يظهر بعد انا بقول سيظهر من الصوار شخصية جديدة هي اللي ستحكم مصر يعني حتى الان لم يظهر حتى يعني ليس لديك شخص حتى الان انت انت اختلطت بالثوار تقولين لا يوجد شخص تتوسمين فيه خيرا ان يصبح هو القائد الجديد لمصر كما تقولين لا فيه كثير طب منهم مثلا هذه اسماء الروحة لا مش الاسم لا بد ان يبقى فيه اولا مجموعة لازم قيادة جماعية للبلد وهذه القيادة الجماعية الثورية تنتخب الرئيس مش احنا دايما في حكم الفرد انا عايزة غير نظام انا عايزة غير لماذا تريدين ان تختصري يعني انتخاب الرئيس ما ينتخب كل الناس كل الشعب المصري لماذا ينتخب مجموعة لا هو ده الثورة الثورة لازم تعمل نظام جديد يعني احنا لما نقول نريد اسقاط النظام نقوم نيجي نمشي بنفس الترتيب بتاع النظام القديم يبقى اي بقى دكتورة نوال انت اشتكيتي من ان هامش الحرية الاعلامية لم يتغير بعد الثورة بدليل انك لم تظهر على التلفزيون المصري ولم يسمح لك بالكتابة بالجرائد وما الى ذلك يعني هل كونك انت لم تظهر يعني في الجرائد وفي التلفزيونات يعني فيش حرية ما هو في كثيرين من الناس اللي كانوا ممنوعين ظهروا على التلفزيونات أليس كذلك لا لا كلهم كانوا بيطلع انا ما شفتش حد ممنوع فعلا وعاش المنفى وعاش السجن والبهدل وكده وبيطلع في التلفزيون المصري طب ما انا بطلع هنا في التلفزيون العربي هو العربية ما بطلعش في المصرية ليه ليه مش مسألة طلوع طب هل استفسرت دكتورة نوال هل استفسرت لماذا ما بطلعكي سألتي لأننا بقولي الحقيقة لأنه بيخافوا من أننا أصلاً مش دخلة في أي حزب ولا ليه شلة ولا ليه مصار طب أقول رأي أخيراً أنت قبل الثورة كنت قد قررت الذهاب إلى مصر لأنك ضقت ذرعاً بالإسلاميين وما إلى ذلك حسب ما قلتي الآن يبدو أن الإسلاميين سيأتون إلى الحكم يعني أكثر من أنه ضقت ذرعاً بهم هل سترحلين من مصر بس أنت قلت إذا أنت قلت أن أنا سبت مصر عشان الإسلاميين غير صحيح لماذا إذن لماذا رحلت المصر أنا ما سبتش مصر أبداً أنا كنت أستاذة في الجامعات برا أنا صحيح كنت بأضطهد وبيقدموني للقضايا بما معنى يعني أفهم منك أنك ستبقي في مصر لكن أنا لم أخرج من مصر إذن الآن ستبقي في مصر تحت حكم الإسلاميين إذن ستبقي ما عندك مشكلة أنا لا يهمني حكم إسلاميين ولا حكم غير إسلاميين أنا يهمني أنا كاتبة مستقلة حرة طيب من أول ما بدأت الكتابة حتى اليوم ما هي منيش الحكم ييجي إيه طيب هذه النقطة وصلت ولا أولادر مصر طيب هذه النقطة وصلت هذه النقطة وصلت بهذا إذن نأتي مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نقطة نظام أشكر ضيفتي الكاتبة والناشطة المصرية الدكتور نوالي السعداوي كما أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة